في الوقت الذي باشرت فيه عديد المؤسسات التربابية باستقبال موسم دلاصي بتنظيف المدارس وتزيينها في حين ابتدائية الشهيد بن زرق جلول بدوار تمزجيدة لولاية الشلف لم تعرف التفاتة من مديرية التربية ولا السلطات المحلية للبلدية من أجل تهيئتها أو على الأقل تنظيفها أذرارين ومساكين ما راهم في الشتاغ ما يقدروا شيء يخرى واشتطيح عليهم والتي تولات على بلك ما كاش راك تشوف والماء ما كاش والمطعم الكائن بالصح ما ياكلوا شيء ياكلوا غير ربا فروا كما تشوف هنا في هذا الوضع المؤسسة هذه راك في حال ترميم بدون تعويض وما كاش ديمسك البيان ما كاش لي هادر عليها من صلوات المحلية ولا من كل ناحية وتكلمنا عليها عدة مرات ما كان حتى إجابة علينا ما كان لأخذ دمي نطع الصليح ما كان لأماما ما كان حتى حاجة ما كاش اكتشوف اي واحد يقدر يشوفها ما يقولش مؤسسة هذه يقول كوري وساي مردو ما قعمل داخل والصليح الداخل اي واحد ما يقدرش يتمنى ولدو يقرأ كمهاك أقسام تكاد توصف بالاستبلاط أسقف أهلة للسقوط وجدران مهترئة نفايات في كل مكان هو حال هذه الابتدائية التي لم يلتحق بها لا معلم ولا مدير إلى يومنا هذا دخول غير موفق تأخر في عدم التحق الأساتذة المدارة هكذا في ظل وضعية كما هذه كيف تلاميذ يقرأوا ينتظر أولياء التلاميذ من السلطات المعنية التدخل من أجل ترميم هذه المدرسة فهل يلتحقون بمدارس الدراسة أم أخذ دروس في النظافة الجواب للجهات الوصية